هذا يعني أنهم عندهم قيمة عند الله تبارك وتعالى وأنا ما نقد أنزل قيمتها للعلم من منزل تملية فيها سماحت فوكال الشيخ محمد حسن الددو أنه مسامح الروي بضاء وأنه مسامح الناس كاملة يسوى يعرفه يسوى ما يعرفه يسوى موريتان يسوى ما هو موريتان وأنا أختلف معه أنا نختلف معه ولد الددو نختلف معه جزاء الله خير وهذا كيف تنفس الشيء ولا ينبين لكم خلافي لماذا وأنا ننتل أنتكلم معكم لا ينجيب لكم اللي لا دليل من القرآن والسنة لا ينجيب لكم اللي لا دليل من كلام الله تبارك وتعالى والله نجيب لكم دليل من حديث النبي صلى الله عليه وسلم والله نجيب لكم دليل من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم الخلافة الراشدة معناني ما نقول الكلام هكذا حسب الهواء وما نقول كلام من المنطقة لاني قاري التاريخ ونعرف علنا القرامطة قد يعود ياسم الناس ما يعرف القرامطة تنقالمل وقال 01 واحدين ويقولوا علنا المسلمين يق firsthand جاو للحجيش في مكة المكرمة وذبحوا منهم عشرات الاذ البشر في نهار واحد ذبحونهم ذبحوا الحجاج تصوروا مسلمين يذبحوا حجاج مسلمين يذبحوا مسلمين في الحج قدام بيت الله الحرام ماشيين يعادلوا فريطة حج يجاهم وذبحوهم وهذا القرامط الذي يذبحون المسلمين ذبحوا الحجاج المسالمين الذين يدارون عليه زيفة بيض شروطة بيضة ماشي حج ماشي حاج معهم محاربوا لاورتي وذبحوا وقدوا وحدين يجبروا لهم مبررات ويجبروا لهم مبررات وقالوا لهم المسلمين وخالقين وحدين في التاريخ محمد بن تومرت يقولوا أنه داعي إسلامي وأنه عالم هو اللي أنهى دولة المرابطين ويتناسى وعلن محمد بن تومرت سبب النجاح دعوته أنه دعا لأنه المهدي المنتظر قال عنه حافظ علي بن نبي طالب وحافظ الحسين ودعا لأنه المهدي المنتظر وعدل دوتمون ونحن نعرف هذا كامل كذب وهذا نفس الشيء الذي قامت عليه الدولة الفاطمية الذي حكمت مصر الشيعة الذي حكمه السنيين في مصر لذلك التاريخ لا بد من يرجع الأولى قاش خلاف يعنا مع الشيخ الموقر قضية سماح للخلطة ولا ينتقص من قيمته كشيخ فهو شيخ وهو عالم فقيه وعالم أمة ويحظى بالاحترام في العالم كله من المسلمين ومن غير المسلمين أختلف معه بطريقة السماح أو اختلاف معه لا يعود لا كيف تختلاف الصديق أبو بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه قلت تخليك خلاف بين عمر وابو بكر خليك بنات عمر عمر الفاروق عمر اللي يتكلم في أمور الانين يتكلم في أمور دي الأمور جاءوا جاءوا مع هذا اللي دور الله تبارك وتعالى وانزل بهم حكم عمر اللي يقول للرسول صلى الله عليه وسلم الفاروق بين الحق والباطل عمر اللي خال القريش وقال مناع على ديني محمد واللي عاجبه ذراع واللي عاجبه راسية البني دورة تفاصيل الرواية وشو جاء قد اختلف مع ابو بكر الصديق نين اختلف معاه وقال له شي فأعلم بها الرسول صلى الله عليه وسلم فأبو بكر يعلم أنه يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحبه ويعرف أنه صدقه ما ما تردد له شيء كل إنسان نين يجي يتردد أبو بكر ما تردد في دخول الإسلام قل نين اعلم بالقضية لأن عمر خالف هو أبو بكر الصديق والله خالف هو الله فقعه جاء نين جاء ذحقه غاضب قالهم اتركوا صاحبي لي هذه عظامة أبو بكر الصديق وهذه عظامة عمر بن الخطاب اللي يقول للرسول صلى الله عليه وسلم الفاروق وبين الحق والباطل هذا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا مؤسس دولة الإسلام ومع هذا أبو بكر الصديق نين اتخذ القرار لأنه يحارب الخوارج من عزكة لأن أبو بكر الصديق راجل دولة ويخرص للمدى البعيد ويعرف اللي يعرف العرب ويعرف قريش ويعرف القبائل اللي موجودة بالمدينة الأوس والخزرج ويعرف اليهود ويعرف المنافقين القرآن طايب عليه وإذا جاءك المنافقون طايب عليه طايب عليه ذا لأنه مدرسة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الإنسان الوحيد اللي قط رسول صلى الله عليه وسلم المهم المهم إلينا أبو بكر الصديق منعوا الخوارج بعد رسول صلى الله عليه وسلم بدأت الناس ترتد جاءوا وحدين وقالوا عنهم وقالوا عنهم كما تلاو عاطينها وكانوا يعطي الرسول ما تلاو عاطينها المال الفضاء موني كانوا عنهم ما تلاو عاطينها فأبو بكر قرر على أن يحارب عارضوا الصحابة عارضوا الفارغ رأيكم عمر بن الخطاب هو أول من بايع الصديق هو أول لبايع على الخلافة وقدموا للخلافة وخالفوا وقال له تحاري وقومني يشهدون أن لا إلي الله محمد رسول الله وخالفوا الصحابة قال نتكلم على أبو بكر أنه الفارغ وقال لا نسمي الصحابة الأخرى لأننا ينعط لكم العلاقة علاقتهم ماننا ينعط لكم لن ينا اجددوا مهما عدد ليتم عالمه وفقيه وعنده احترامه دور تم الدافع عنه ولن ينعطوا معلقاش ضده وأنا على ديني يقول وما يقول وأعادي من يعاديه يقير هذا لا يعني أعلني أتفق معاه في القرارات فعمر خالف أبو بكر الصديق تعصد ألي أبو بكر الصديق شو قال له أبو بكر الصديق يصد على الفاروق البطل الشجاع صاحب الحق اللينين استسلم قال قريش تلبوني ماش حدها قال له تلبوني دور تواصلكم لأخبار فصدع لي أبو بكر الصديق قال له أنت ضد قراري عليه حال الخوارج قال له أجبارهم أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام يا عمر هذا أبو بكر شيء عنده علم عمر ما هو متواقق معه بقرار محاربته للردة خوارج اللي مرعه قال له أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام يا عمر ها ما تقعد إنسان قوي في الجاهلية وقوي ومتين والناس خايفة منك وتقعد الإسلام إنسان ضعيف الناس تطفقك يا عمر هذا نقال للفاروق فأنا ما لله نقول أنا لست بمقامي أبو بكر ولا بمقامي نعليه رضي الله عنه والددو ليس بمقامي عمر بن الخطاب رضي الله عنه والددو أنا ما ألحق له سيرا على يقال الله نقول بهذا النوع من السماح يطيقوا للرويبيضة ونختاروا ويرجعوا للتاريخ ويرجعوا للقرامطة ويرجعوا للقتل عثمان بن عفان ويرجعوا لين يعود إنسان هذا نوع من الضعف هو خالق نوع من السماح سماح لين يعود إنسان لين يعود سماحه فيه مصلحة للعامة عامة الناس لأن أي قرار أي كلمة يقولها والددو تمشي على عامة المسلمين تمشي على عامة الموحدين فيلين يخلوا الزنادقة ويخلوا رويبيضة ويسامح إنسان يساوي بين ليلة القدر يقول عن ليلة 27 في رمضان اللي احتمال تعود ليلة القدر واحتمال ما تعود يقير من ليالي العاشر الأواخر في رمضان هذا الشهر اللي يعظمه الله إلي يعود إنسان يدعي الإسلام ويقول عنه مسلم ويقول عن ليلة 27 رمضان إنه متقدم على ليلة 27 جنفية يقزم ما عظم الله ولانا يقول خير من ألف شهر ويقول هو أنه مساوي مع 27 جنفية فهذا الأمر خطير خطير جدا يا شيخنا الددو ونختار تلاميذ الشيخ الددو نختارهم ينقلوه له كلامي ينقلوه له بدون قطع ينقلوه له بالكامل وينقلوه للشيخ والسيد يحيا وينقلوه للعلماء كاملين فقهاء لأن الزنادق هم السبب ضعف الأمة الإسلامية وتشتت الأمة الإسلامية وتفرق الأمة الإسلامية وتعرفوا على النوم لو لا أبو بكر تعود دورة الإسلام ضاعت لو لا محاربة أبو بكر للمرتدين ولولا وقوفه في قرار عمر وقرار عذمان وقرار عالي ومحاربة له الردة يعود الإسلام ضاع ويعود فرع الزكاة ضاع وهو نين يضيع ركل من ركان الإسلام نين تضيع الزكاة تضيع الصلاة وهذا هو الأمور اللي تهاونت مع الناس وعادوا ضعفه معها يلين عادوا الزنادق طافقين طافقين الأمة هذا قلتو ما هو الشيخ الددو هذا قلتو حتى للسجن السابق في قوانتانامو المهندس محمد صلاحي قلت له مرات قلت له 2018 وقلت له هنا في بث وقطهل والخوه والله والاخته سمعت وقطهل وقلت له ما يالله سامح الأمريكيين ولا يالله سامح الكنديين قتل له ما يالله سامحهم لأنه سماحوا لهم ما قادلوا فيه لأنه هذو منافقين وظلموا احتقلوه ظلما وغلال ليملك أمه مات ما شاف مات ما شاف وأنه يالله ينتقم منهم بالقوانين اللي قاررين هؤوما قلت له ويش كيف من أمريك ويش كيف من كندا وقبال الفضاء العتل تماعيناك في الفضاء طيها للمسلمين اللي تضروا طيها لذول عسر الأفغان اللي تدمروا وكتروا أنت تقدر تشكي من أمريكو وتقدر تطيح منها 200 والله 300 مليون من الدولار وتقدر تطيح من كندا 50 والله 100 مليون من الدولار هذا ياسم المبارق هذه أموال ومهمة والمال يجاهد به لأنه المال هو اللي ينتفق به المال هو اللي تقوى به الأمة ويقوى من ينطال الضعافة وسبب تنفرض الزكاة زكاة الفطر والله الزكاة بصيفة عامة وسبب الصداقة تطفيق السيئات سببه لأنه إذا يا الله يعدل قبل واحدين قالوا له تسامح تسامح من تسامح واحدين حبسوك عذبوك هدوك بمك ألمومك تصور عليهم ألمقال بمك قلتوا لا تسامحهم ومزيد الطالب من محمد الصلاحي يتراجع عن قراره وأنه ما يسامحهم وأنه يشكي منهم ويقاضيهم ولا يقول لهم لي على السبب ذا الفترة من الزمن لا بيذ الغرب خايفين ويشكي منهم خايفين ويشكي منهم هو القضاء ذبط براءته سلطات ذبط براءته معنى أنه عنده الحق يشكي رقاش بوة تمسينين أمريكيين هون من روسهم يقعدوا الصلوصوص ومجرمين ويعملوا المخدرات ينكردوا في جريمة ما عدروها وينحبسوا ويني يفوتوا السنين في الحبس وينعرف على أنهم تأتي براءتهم ما يسامحهم يشكوا ويقبلوا ملايين الدولارات يقال أنت نتعود أنت محمد صلاحي معينك فيهم ابني منهم مدن في موريتان ابني منهم مساجد في موريتان هؤلوا الطالبان وهؤلوا الأفغان اللي انكتروا إلى سبتا ساعدوا منهم لو كما كاتل من الجوع لو كما جابوا هون أمريكيين ومعادينا هون شمال بيات دفام معنى أنه سماح سماح نختير نقول للناس هون فعلا الله تبارك وتعالى طانى خيارات طانى خيارات فعلا قال والكاظمين الغير والعافن عن الناس والله يحب المحسين هذا صحيح هذا قال مولانا قال مولانا قال ذا من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمذل ما اعتدى عليكم لماذا طانى فرصة في القصاص لأن السماح عيقود فيه نتيجة وعيقود فيه مضر العامة السماح المجرمين السماح السارق الأسرق مسامحته ومسامحت الزنديق اللي يعتدي على آيات الله والزنديق الذي يتعدى ويجيس علماء الأمة وفقهاء الأمة ويسميهم بالاسماء الخاسرين هذا النوع مسامحته ما تزشي لا يترد عن الماشي فيه لأنه هذا الماشي فيه ماشي فيه حقدا حقدا وحسدا ونقتير نقولهم للناس لأنهم ما يوقعوا في خطأ نقول للفقهاء الأمة لا يقعون في الخطأ الذي وقع فيه بعض المسلمين في السارق لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في زمنهم ونزول آية صورة المنافقين إذا جاءك المنافقون وقضية عبد الله بن السلول للجماعة واللي كان ماذا؟ الرسول خالق المنافقين ما سكت عنهم؟ يأسر من الناس هنا تقولوا شمي المراد غير صحيح؟ سكت عن واحدين على أخلاق واحدين وتموا معاه ولا ساكت غير الصحابة كانوا يعرفوهم لأنه وهذا رواية صرتها لكم البقيامس ويقضي أن إنسان يتأكد منهم وتسولوا عنها لفقها الرسول صلى الله عليه وسلم آخر غزوة غزاها غزو التبوك غزو التبوك ومولانا لا ينعتن قوة العقيدة وقوة السلطة وقوة الجيش وقوة التخطيط أنهم يا الله فر يخلطوا من أجل مواجهة عداء الأمة الرسول صلى الله عليه وسلم بغزو التبوك وهذا نهدي هذا ينديوا نتيانا للناس الطيبة من أجل ما يسامحوا المنافقين ولا يتباردوا معهم ويحارقوهم الرسول صلى الله عليه وسلم بغزو التبوك كان يسيروا يسيروا المنافقين معاه وذن منافق معلوم النفاق الصحابة يعرفون أنه منافق المسلمين يعرفون أنه منافق قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما اسمع وهما ما اسمع والله متافقوا والله إن يمشي عند الرسول صلى الله عليه وسلم يكذب معهم وقال لا كيف يقوم يقولهم نبيا شكرا يكذب بالنبوة وكل شي عدد الرسول صلى الله عليه وسلم قمسوا بالأصبع وهو كأنه ماشي رابط تسيبه مجاهد معهم وهو منافق رابط تسيبه ماشي بقزو التبوك آخر الغزوات للرسول صلى الله عليه وسلم المهم وهذا معلوم وفي السيرة المهم معلن المسلمين جاءهم قحط وعطسوا وزمن ما تبط في الصحة زمن ما وزمن الصحة وجاء للرسول صلى الله عليه وسلم قال عنهم عليه الكوبين منعطاش قبل الرسول صلى الله عليه وسلم دع الله تبارك وتعالى في جاتهم الصحة معطرت عليه مسحاب شربوا منها وملأوا أمورهم ملأوا قربهم وذفر وجهزوا وقطعانهم منعطاش فهذه معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم معجزة لأنك وقت ما ووقت السحاب تطلب ملانا وملانا يجبلك السحاب هذه معجزة فإنسان مكذب بالنبوة ويدور المعجزات لا يشاهد معجزة لا يقول هذه معجزة فهذا الرجل المنافق المعلوم النفاق جاء بعض المسلمين اللي يعرفون أنه منافق قالوا له ايه وهذا المعجزة الربانية هذا النبي خاتم الأنبياء اللي دعا الله ووقت ما في السحاب وراجات السحاب ورانك تشربت منه هذا ما هو الدليل على النبوت وهذا ما يالله تراجع عن دليل تقول قالوا إنها سحاب عابرة مطر عابر سحاب عابرة لعله يصدق الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه هو قضية ما هي قضية أنه يصدق بقضية قضية حقد قضية حقد ذا نفس سكوت الصحابة عند الراجل نفس سكوتهم عندهم ونفس سكوت المسلمين اليوم عند المنافقين يعرضون أنه واحد منافق ويعرضون أنه ملحد ويعرضون أنه ينافق المصارى واليوود ومجرم ويعرضون أنه ما يبقى المسلمين ولا يبقى العلماء وسريرقي ومخزي وملعون ونتم ذا يطلق قيمة ذا السماح وسامح نعم أو تسمحونهم لا يجرؤوا ويجرؤوا ذا هما نين يجرؤوا عليكم أنتم بعد الآية شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط يشهد يدير مع العلماء يدير مع الملائكة ويعود العلماء ما عندهم قيمة ولا عندهم هيبة وما هم محترمين وليت القادر تساوب أي ليلة إن قرأنا كيف تساوب جامبيا وكيف تساوب ديسامبر ورواية عادية وتعدلوا أنتم ذا الأشخاص تسمونهم بالمسميات فهذا خطير فأنا أتالي لا أقول لكم أنا لا أسامح روي بضاء ولا أسامح المنافقين وذلك يعدلوا الرسول صلى الله عليه وسلم منين عاد الله ساكت عنهم تعرضوا المسجد المسجد اللي هدم اللي بتنا مضاد المسجد المدينة بانينوا وحدين ويدعوا الإسلام يقيروا وبانينوا على سمراهب ومعاندين به الإسلام ويدمروا يدمروا الإسلام ويدوروا يديروا تعاليم الإسلام فالرسول صلى الله عليه وسلم نعاد ساكت عنهم متكاسب عام جاهل أمر من الله تبارك وتعالى قال له هدم المسجد هدموا دقدقوا أموا مؤسس على التقوى حطموا بل لذلك يا الله نميز بين الصالح والمصلح والمنافق المنافق أخطر من الكاذر الكاذر يقدر تعدم بينك مع معاملات أهل الكتاب يقدر تعدم بينك مع معاملات اليهود يقدر تعدم بينك مع معاملات على أمور وعلى قوانين يقير المنافق الذي يدعي الإسلام وهو يحارب الإسلام بالنوع ما يوسامح طويل ابو العبد الودود منافق معلوم النفاق زنديق زنديق أنا لم أكفره تعبوا لماذا ما أكفره احتراما لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا تكفروا أهل من التكن واحتراما لبوه واحتراما لقاريب وهله يقدر نعرف أنه زنديق منافق نعرف أنه شخص كذوب ونعرف أنه شخص حقود نتن مقصور عمر ملعون يتطاول على العلماء ويتطاول على الدين ويتطاول على آيات القرآنية ويتطاول على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ملعون إنسان يتطاول بسبع عشرين رمضان اللي بعض من الناس يقولوا بعض من الصحابة بعض من العلماء يقولوا لنا هي الليلة المقفية الليلة القدر بالعشر واخر رمضان ويساويهم سبع عشرين جامبية يقول مولانا إنا أنزلناه في ليلة القدر بعد عوض بلاي مشتراجين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر يقول مولانا عنها خير من ألف شهر يجيط ويلب والجنب ويقول عنها ما الساوية هي إلى 26 جنفير وأوين قال وأخيرت به هو فهذا خطير شيخنا ددو أنا نحترمك يقول هذا النوع من المسامحة اللي عدلت أنت وذلك المسامحة لعدل محمد صلاحي هذا قد يخدمك التعليل المستوى الشخصي يقول ما يخدم الإسلام ولا يخدم الأمة الإسلامية الأمة الإسلامية يخدمها قرارات الصديق والصديق وأعلم صديق وأعلم من عمر بن الخطاب وأعلم من الصحابة الأخرين لأنه رفيق ضرب الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه أول خريب المسلمين ونين مات هاون صديق مع المنافقين المرتدين كان يا الله الأمة الإسلامية تمشي تصوروا تصوروا الخلابة اللي مشات على منهج الصديق اللي هو منهج الرسول صلى الله عليه وسلم حكمة العالم في ذلاثين سنة تصوروا جيش المسلمين اللي يبدأ بذرت مية وذرت عشر مقاتل الجيش اللي يبدأ بذرت مية وذرت عشر مقاتل في ذلاثين سنة حطنا من إمبراطوريتين إمبراطوريتين لهم ألف ألف سنة يدائقوا الروم والفورس ألف سنة يدائقوا ألف سنة من الحروب ما فيهم اللي قد يقضع لها رقاش المسلمين في ذلاثين سنة قضعوا عليهم باش باش بالعقيدة قوة العقيدة تطبيق العقيدة تطبيق قوانين الشريعة تطبيق الرسول صلى الله عليه وسلم خالق قصة شهيرة نختار الناس ترجع لها وهذا هون كلامي وأنا نقوله هون ونعرف هون فيه تلاميذ سيدي يحيق بارك الله وفيه طال في عمري وفيه التلاميذ الشيخ الددو قيل لا ينذكرهم لا ينذكرهم بالنكبات اللي خاضع عليهم الدول الإسلامية سبب سقوط الدولة في الأندلس اللي حكمت ذم القرون سببها الزنادقة سببها الملحدين سببها المنافقين سببها النفاق المنافقين ونرد عليكم هون قصة غريبة الرسول صلى الله عليه وسلم في المشهور في السيرة لأنه خالق مرة كان قسم الغنائم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لم يورذ دنارا ولا درهما ولم يورذ قصورا الرسول صلى الله عليه وسلم أعلى مخلق الله يقسم الغنائم صدع له واحد على أساس أنه مسلم قال له أعدل يا محمد فإنك لم تعدل ده مجلول للرسول صلى الله عليه وسلم قال له ويحك يا هذا إن لم أعدل أنا وأنا رسول الله فمن الذي سيعدل نينما نعدلانا وخاتم الأنبياء والمرسلين الله تبارك الله تعالى اختارني لرسالة نينما نعدلانا من لا يعدل فمن هذا من شعنه فالرسول صلى الله عليه وسلم عيط للصحابة قال له هذا تلبوه تلبوه وكتلوه ما شبروه عقبه وعاد رأس النفاق ورأس للإلحاد ورأس للدلاك من أدم لماذا لأنه لن يجيك منافق معلوم النفاق عليك به لذلك خالقهم اللي قصهم دائما يردوا واحدين هون ويقولوا هذا خطأ والعبد العزيز اللي مازال يوم يكاركروا في قضية المخيطير الزندق سامحوا وخلاوا ماشي ذوك وعاد بوه المنافق عادي يتطاول أنتم تصوروا بوه المخيطير يقول للددا وعلنه مسيلمة الكلمة اللي يقول لي أنا والجنبه والعبد الودود عادت اليوم يقول لها ولمخيطير يقول لها ولددا ويقول ولددا ومسيلمة عالم رباني فقيه إن قالوا مسيلمة مسيلمة الدعا النبوة المسيلمة الكذاب وهذا تقول أنتم تسامحون فالرسول صلى الله عليه وسلم كان همه بقتله ذلك الرجل ذلك المنافق قال أحرب عاد هو رأس الشرق ورأس الردة خرصوا ذلك سبب المسلمين من القتل لكان ذلك المنافق لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في فتح مكة ونقتلنا ذكر هون الناس كلها لا يقولوا لي وحدين هون وننفقها ويمشوا لي يقولوا لي أنت يا الله تسامح لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سامح المكة اعتداو عليه وعده تسامحهم يغير ما سامحهم كان لهم ما سامحهم المنافقين المعلومين النفاق الذين لهم جرائم وخطيرين على الإسلام ما سامحهم لذلك أمر بقتلهم وقصة شهيرة عبدالله بن خطل قالهم اقتلوه ولو تعلق بأسوار الكعبة الكعبة اللي رجاجلين يتعلق بأسوار عود محمي حماية الله تبارك وتعالى مولا وتعلق وفعلا تعلق ومكتل متعلق بهم عليه الصلاة والسلام ذا الأمة الإسلامية في حالة من الضعف والتشقق اللي يا الله أي دولة من دول المسلمين تعرف السبب السبب في المنافقين المنافقين هما أنتما تعرفوا لنقولكم المنافقين مت طفل أنتما تعرفوا عن ذا المستعمرا اليiation المعتلل الغالبية هما نحتلا عليهم لم من المنافقين حمايةinde المستعمرة كانوا منافقين لا نح щد من المنافقين بعين بيدان مرتان تابعين فولنسا ومحلاط مرتان الجيش أحضرواного شيوش من المنافقين تابعين أنا نفس الشي فالحرب بارك ما تلاتيك الحرب اللي عينكم عليها عاد حرب اقتصادية حرب ذقافية سيطرة على العمولات سيطرة على الاقتصاد انت تبيع لي انا ما عندناك وتبيع لي حيوانك وانا نعدل لك انت ذا بذمن اكثر منهم انت ليتم عايش ايشتك ضعيفة وتم متخلف وانت حيوانك لين تقدمانا منهم هذا السبب كامل المنافقين منافقين في سلك المالية منافقين من المدوين منافقين من العمل الخيري منافقين من السياسيين منافقين بالتحزب المنافقين هذا النفاق يقير المنافق نين يعود مستتر منافق ما هو صريح النفاق ما هو معلوم النفاق يستتر ماذا اكتشفته تحكم عليه بحسن الظن لان بعض الظن اذن يقير نين يعود انسان معلوم النفاق بايحي لا يسامح باي حلة يسامح باي حلة يسامح باي حلة يسامح باي حلة باي منطق يسامح سامحوا منافق تمتنوا كلاب يا ذا كلاب أنا البارح البعض يتعجب قالوا لي لين نعتلكم المنافقين خاصة ممن تسمونهم مدوني المهاجر أصر مهم المهاجرين أصر مهم لانصار أصر مهاجروا هذا تقولون أنه مدوني المشرك تقولونه لمن هم ينعدون للأصباء هم الرويبظة ينعدون للأصباء سواء في أمريك الرويبظة معرفة الرويبظة من المدونين معرفة كبال المدونين الرويبظة معرفة وهو سيده لكماش وطوير يبع العبدالوجود هذا معروف أن يفاقم سيده لكماش ضرت عودوا شفتوا فيديوهاتوا يقولوا أمريك ليبستنا ونقبضوا مبجوات ونفاقه وكذا وكذا نفاق سبب البارح نشر فيديوه ليس حبا في نشر فيديوه تميتني إذا هوالي كاتب على أن الشيخ الددو يكذب أنه يكذب أنه قال عنه ما يعرف هذا أبو كار المخزي الذي قاله طويل وعبد الودود هذا والجنب الكذيذيب القذير الذي بيلم صار قذير يعرف أنه كذيذيب قاعدت في تواتر يقوله أنا مدير وكذا يعرف أنه كذيذيب يعرف ذلك الواحد يعرف أنه مجرد بي يرسلون صار نحن كنا في كندا ترواق ومضيق لهم ما زالوا شيء نحن كنا نسموه غزوة بين الرجالين غزوة اللهم مضيق لهم ما عندهم من البطولة ما عندهم من البطولة ما عندهم مضيق لهم سبب نشر فيديوه لا ينوضح لكم انتقاما ودفاعا عن الذين آمنوا لم ينقال عنه للددو وأنه كذب فأنا خطرت أن أعطركم بالبرهان القاطع من الكذب خطرت أن أعطركم لماذا لماذا أن أعطركم لأنه لأنه فيه عبادة فيه تقرب الله لا ينعطركم شكله ونعطركم وجيه ونعطركم خوفه ونعطركم جبنه وزينا عندي إذا تمت شوفوا الناس ولا ينعطر عليه فيديوهات ونعطر عليه ياسر من الشيء لأن أنا أعرف حقيقة حقيقة جبنه ونعطركم فيديوهات ونعطركم فيديوهات ونعطركم 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 هذا ما أعطركم؟ gap 2015 2015 معانى لخمس سنوات خمس سنوات حضركم وقال لك هل أن أعطركم مع المواجدات ولا أن أم أتزالك لا أم أحترمني لا أم أحترم الناس قال لك لا أم أتزالك لا أتزالك فلقضيت لا توقف ذا السيدي قضيت لك كنت خبير لكنها أريد لا يوجد ذلك قلت أنه كان المعتذر عنه كان المعتذر عنه كان المعتذر عنه كان المعتذر عنه رأيكم هذا الجبان الذي رأيكم الذي رأيكم كانت سامحته و لم يتحلق و قد أعطيكم أنه جبان و قزم قد أترى عدفك رأيه و فتحت الشرج و أنت رأيت بلها و قد أرى عنه و أقلت على إنصار و رأيته و أنت رأيته وترى الكثير من خلع و لكن المنافقين ليس هناك و لم يأتيهم و ذلك لم يقلوا لم يتذكر أن المجال قد أقل تقلقي لأقل من الملح و الطويل والعبد الودي كان هناك جابر معي كان ذلك رائعا و قد يوخض يقول هذا الراجل اللي جاني يهددني في دشرتي لا ينجابر معه قدام الناس ولا ينعطلوني راجل إذا كان عبدالله نعود اليوم موخضركم اليوم فيديوهات و موخضركم و موخضركم البلد السيل لا تشوفوه طفوه قصدي بي أنا لا أحب أن أهين مسلما أنا ما نبقى نهين مسلم ولا نبقى نهين غير المسلم يقير المنافقين الناس التي تنافق الرويبضة الفسقة من الناس الذين ينتهكون خصوصية البشر الذين ينتهكون خصوصية الأسر الذين يتهمون الناس في أعراضهم هذا نعتبرهم وما أخطر شعل المجتمع هم أخطرنا الكفار هم أخطرنا الصهاينة لأنهم منافقين انتوا تعرفوا فلسطين دي سبب تأخر تحررها تعرفوا سبب تأخر الفلسطين سبب تأخرها شنو المنافقين في مدى ما زادت تخابر مع الإسرائيليين ذن مدى ما زادت تخابر مع الصهاينة ما زالوا يطلوا الإحداذيات لماذا نباق والله تبارك وتعالى حذرنا منهم وضحنا الأمور واخذوا حضركم حتى بصله حتى بصله الرسول صلى الله عليه وسلم حامي الله تبارك وتعالى ومعاه الملائكة نيت له يصلي وهو بحرب والناس كاملين ها أبطال وشجعان هؤلاء يتصلي ونما يخيب الموت قالوا مولانا نيت له تصلي تبقى منكم جماعة أحرصكم ونيتوا بديك الجماعة تبقى من جماعة المصلات وتصلي وتحرص تبقى من جماعة المصلات واخذوا حذركم أخذوا الحذر من أهل النفاق ومن أهل النفاق أهم أهم للأمة من الكفراء لأن الكفار تتعامل معهم تراعي فيهم عودم تعقال منهم وعودم كمنهم يقير المنافقين خطيرين وموجودين في الدولة المنافقين منافقين في السلك المالية يقول للدولة خفضي نقسي العمال عدري كذا عدري قالك صندوق النقد الدولي عدري قالك كذا لماذا منافقين لأنه ما مهم عندهم مصلحة العامة لأنه ما مهم عندهم الدولة تقوى ولا مهم عندهم العملة تقوى ولا مهم عندهم الاقتصاد يقوى مهم عندهم مهم عندهم مهم يرضاوا عنهم منصارة مهم منصارة يطيب برسات لأولادهم مهم منصارة يطيبهم لفيزا مهم منصارة يطيبهم خصوصية المهم يجمعوا معهم ويتوصفوا معهم منافقين فأنا اليوم تقولوا لي وحدين يقولوا لي كمال و السيد لماذا أنت تحضر كمال أنا كمال كنت أشهد له بالخير كمال كان مهم عندي مهم عندي كمال أشهد له بالخير يقهير وجدت فيه ضعفا و نفاقا شفتوا يقول شفتوا يقول أنتم ذوك اللي كنتوا زين عندكم تكفروا لعبد الودود أنا بعد ما أنا من الناس كفرتوا يقير أقروا أمام الله أنه روي بضاء وأنه فاسق وأنه حقود وأنه كذوب وهذه الناس اللي تقول لي ذا و تدافع اليوم عنه وكانت تجيني على الخاص و تعجبوا لي حتى كماش ذا للي اليوم يدافع عنه هذا القواد المعروف أنا ما نقول له قواد لأنه كان يقود للباية والله كان يقود باللكوار ولا يقود الرجاج الآن أنا نقول له قواد لأنه حاول يقود اليانا من راسم ذا من هذا القواد حقيقة أنا كذبا يوم العيد و يا الله عود في السماح أنا علمت علم اليقين أن هذا الرجل هذا ابو كريشة قواد لأنه راق يقود لي والطافلات اللي فيرجيني يعرفون أنه راق يقود لي أنا رجل متزوج وجاي قابل كان هو لا يمنعته أنه كذيذيب ولا هرقاش وهو قاعد طمع لي يقود لي شافني أنا جوغ مع العليات على فيسبوك و شك عني قابل لقبة في العليات و شك عني متبارس و قام يقود لي فأنا ما قلت أنه قوى الله تبارك وتعالى فهذا يوم العيد الفطر يعلم كماش أهم يقود للطافلات فيرجينيا فلانا تسول عنك و فلانا تدورك هذا راجل هذا تعال دونته يقوله مناضل رقاش سابس رويلاته و كريشته يقوله لأنه راجل وهذا لا قيبة فيهم هؤلناس لا قيبة فيهم منافقين لذلك كمال دهوالي يقول ذا كمال كان يتكلم معايا و يعرف أنه كان يقول لي في الطال و يعرف أنه أنت مدهوالي يدافع عنه ها راجل يساوي بين ليلة القدر و لفنتسات جنفير و يدافع عنه راجل يقزم ما عظم الله ما عظم الله خير من ألف شهر و يأتي واحد يعد لك سائر اللالي ها و تقوم أنت تعظم فإلى مزبلة التاريخ كمال بالسيد مزبلة التاريخ العمل خيري معاك كامل إلى مزبلة التاريخ لأنه عمل خير اللي فيه نفاع لا خير فيه و كيفتها احمل عبداو احمل عبداو عدي بي أنه مناضل و أنه في السجون و هارب شور سينيقال و مشعور قاع و يضحقني و يقول لي يا سيد الرئيس هو نهذا والي هو يتكبر على أنه جماعة من عباد الله تطلب تعتذر من الشيخ و إذا هو ينكر و يقول نحن أهل طويل و العبد الودود و اللي جنبه و ريخص بي كمتو و ريخص بي و ريخص بي كمتو و ريخص بي و إذا هو يتطاول أنا كان صاحبي و دائما يقول لي سيد الرئيس تالي و دائما نعطي الاحترام قال أنا ما مهمة نعطي الاحترام قال مهمة نعطي الاحترام لمن أجل الله و عظمه على الأرض يقولوا وحدين العلماء ما هم قديسين العلماء دار في مرتبة مرتبة الملائكة أولي العلم شهد الله أنه لا إله إلا هو و الملائكة و أولي العلم شكرا عندنا فوضاء مدن دارت سياق دار الله تبارك و طلاح سياق مع الملائكة و هامكم انتوما تعدلوهم أنهم مساوين مع الناس أخرى ما هم مساوين ما هم مساوين أجلهم الله العالم والبقيه أجلهم الله خالقهم والرواية نقولها من ناحية الفقهية يأثر من الناس ما هو فاهم منها يقول لك العالم يجب أن يتكلم ما يفرّ عليه العالم ما يفرّ عليه يتكلم ما يفرّ عليه لأن الله تبارك و تأمر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو المعلم الرسول صلى الله عليه وسلم الطال المسلمين الخيار في تغيير المنكر من رأى منكم منكرا فل يغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان العالم قد يغيره بأضعف الإيمان وقد يرى أن مصلحة المسلمين في استيذباب الأمن وقد يرى أن مصلحة في المسلمين في الحاكم القوي وقد يرى عنده اجتهادات هذه الاجتهادات ما تعدروا ما هو عالم أنا لا أتفق ذا اللي معدين يقولوا له الإبراهيمية وذا اللي معدل في الإمارات ومعدي الدول لا أتفق معهم يقول لا ما قطيت اشتمت والبي نهايا لأنه نعرف أنه عالم ونعرف أنه فقيه أشتهده وأخطأه بالنسبة لي يقول ذاك لا ينتقص من مكانته وعلمه أبدا لأنه حتى الأنبياء الأنبياء ما هم متوافقين في طريقة الدعوة يدعونا إلى الله يقول ما هم متوافقين في التعامل مع الناس نوح اللي هو أطول عمر نبي قال مولانر سلع ليهم الطوفان واحدان يقولوا من سلع ليهم الجراد والقمة واحد يقولوا لا أتخلي منهم رقاج رسول صلى الله عليه وسلم قال شيئان اللي يختلف قال الرسول صلى الله عليه وسلم نبي محارب رفت السيف حارب السيف وأدمى وجهه وكسرت وكسرت رباعيته وحارب دخل الغزوات محارب فالمسلم محارب يحارب ضده ضد الباطل والمسلمين يا الله عودوا أقوياء يا الله عودوا أقوياء ولا يعودوا السند له للباطل وأنا السبب ما نسقط عن الروي بضعهم بدنا نعود زينا عندهم اليوم نعود سارك يسرك لي جلي ويسرك لي ولا يسمي لي رقاج يقال الخوف من ماذا الخوف يا الله عود من جهنم الخوف يا الله عود من غضب الله لأنه شوفوا الله تبارك وتعالى شي يقول ألا لعنة الله على الظالمين فما بالكم إنسان يظلم المسلمين ويظلم علماء المسلمين أو هم اللي اللي يختار ماذا اللي نختار شيخنا الددو يفهمه أعلن مسامحت لهذا القرد أبو كار الملعون الملعون بحكم الشرع لأنه من قزم ما عظم الله فهو ملعون من يساوي بين ليلة القدر وفد ست جان فيه ملعون ذا ذا علي بن بي طالب يقول إذا سكت أهل الحق عن أهل الباطل توخم أهل الباطل لأنهم على حق فلا لا تسامحوه للباطل تقدس تسامح رقاج دينت لقيات وكالهم يقدس يطيح ليك لص ما هو محارب وتكتشف عنه جعان وتسامحوا يقدس يخطك رقاج غضبان والله دعو يعد مهم من الخاسر وتكتشف أنه مهم الخاسر وتسامحوا يقدر رقاج يخطوا وتك وتسامحوا قير المنافقين المنافقين ما يسامحوا سواء كان منافق من السلك المالية وسواء كان منافق في الجيش وسواء كان منافق في الإدارة العامة وسواء كان منافق في المدرسين إنسان كامل يتودد للغرب وهو منافق منافق وهو أخطر على الأمة هذه الديونتي للمسلمين في هذا اليوم العظيم الذي علمه الله لصائم فرحتها فرحة هذه واحدة منهم فرحة العيد فرحة حين يلقى ربه فما نلقى مولانا نجامل الروي بضوى المنافقين فأنا مبرها لكم وولي الجنب أنا ما نفتصال معاه بإذن الله وإرادتي أنا عندي أعمالي وهذا بان للمسلمين بان لكم المنافقين الذين يجتبون الجسس عليها الناس الذين يأتيون الجسس عليها لا يتوقف عليها الكذبة يواخذوا الكذبة بان عليهم ولكن ممط عليهم ولكن مستقوي عليهم ولكن من ينهينهم ونقزمهم سعذبهم في الدنيا والله سيعذبهم يوم القيامة بإذن الله هذا لم اهتدوا هذا جدوا ومولانا لا نجد من أن يدفع يدفع الناس بعضهم ببعض وهذا في القرآن الكريم نحن نتدافع ما بيننا لماذا؟ لأن تدافعنا بين الخير والشر بين الظالمين والمظلومين بين أهل الحق والباطل هو اللي ما يخلق الأمة لا يضيع يعد ما عندك إياه والمنافقين هما سبب سقوط الخلافة آخر خلافة للمسلمين وراهما الأتراك بكاو وراهما الملحدين بكاو والعلمانيين بكاو وضعت فلسطين وضعت الأمة الإسلامية لماذا؟ لأنه كان يسكت عنهم بحجة الديمقراطية وبحجة الحرية إن شاء الله إليه يكتب للمولانا نحكم الله تبارك وتعالى وهذا بين يدين مولانا ولهم بين يدين الرويبضة والقوارة من الناس إليه يطهر مولانا إنسان يظلق في عالم ينضرب على مؤخرته إليه يوم تشهر لا يقعد على أولاك لا يقعد على أولاك بإذن الله وإرادته العلماء سيوقرون ويحترمون قد نختلف معهم يقير العالم الفقيه المشهود الفقه والعلم لا يتعدى عليه رقاش ولا ينقول لكم هون تعمل الأكاذيب التي تنشر عنه العلمي وهلي القرآن كم من مرة تمني ينقال لكم شيخ محضرة اقتصب طفل شيخ محضرة اقتصب كذا أو ريتونا ذو الشيوخ المحضرة اللي اقتصبوا ريتوهم ذا من الأكاذيب تنشر عن هل المحضرة ريتونا شيخ محضرة مقتصب ريتوهن خالب موجود عرفتم ذا لا الأكاذيب والأباطيل قال الغرض ماذا؟ الغرض ماذا؟ اعلنوا معروف على القوة المسلمين في قوة إيمانهم المسلمين هنا تصروا على الفرس والروم قزوة تابوك التي تتكلم لكم عليها وقضية المنافق المسلمين ما حاربوا فيها 40 ألف من الكفار من الروم معهم الغساسين مسيحيين الغساسين ومسيحيين العرب معهم 40 ألف مقابلين 30 ألف المسلمين نين علموا بطريقة المسلمين بطريقة إيمانهم وقوة معاقيدتهم وأن يقودهم أفضل خلق الله رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الرعب الرعب اللي طاه الله الرسول صلى الله عليه وسلم مطاه لنبياء الأخرين اللي طاه مسيرة الرعب 40 سنة فنينه صلى من قائده محمد صلى الله عليه وسلم أنه لا يخاف وأنه يواجه الكفار وأنه يواجه المنابلين وأنه مقاتل وأنه محارب وأنه رجل صادق مع ربي خاتم الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام ما تخلق للروم؟ خلعوا قالوا هذا الرجل الذي أبطح قريش وأبطح القبائل العربية وأبطح اليهود رأينا لا يبطحنا أول الذي هرب الروم هي ما خلقت حرب غزوة تبوك آخر غزوات الرسول السلام ما خلق فيها معركة هربوا وقع بهم الرعب لذلك المسلم يجب أن يكون قويا يرعب عداء الله يرعب المنافقين لذلك ترى نواقب زر الكماش ترى الفرق بين المسلم الذي يقف على الحق و بين صاحب الباطل المنافق ترى يرتعد ترى يخيف وأنا لا بقيت ويتودد ويكيدب ورى سروال ورقن والريح قنداتنا لماذا؟ لأنه منافق قال أهل النفاق أنين تجاملوهم يستقوون عليكم يتقووا عليكم يتقووا عليكم وهذا هو الذي يضيء أضاع موريتان ضاع موريتان مجاملات مجاملة إلا كان الشيخ الددو من الراجل اللي يعتد عليه في المسجد خل القانون يطبق فيه مات لرقاش قد يعتد عليه إلا كان الناس اللي تمتوا في عرضه تمتوا رواية طبق فيه القانون ما رقاش أوه سامحت من أنت لكن أنت سامحت ستنال الثواب يقير نحن باي حيلة نقدو نبنو أمة الإسلام اللي نعود ما فيه عقاب باي حيلة نقدو نبنو أمة الإسلام لنعود ما فيه عقاب للمجرمين هو أن ينعود الله تبارك وتعالى وهو أكرم الأكرمين وهو أرحم الراحمين وينقاله الرحمن ما تقدو تقول الإنسان رحمن قد تقول الإنسان تقوله رحيم قير الرحمن لا تحق إلا في حق الله تبارك وتعالى الرحمن ينعود الرحمن يا عذب عبيده يعني أننا نقعش لأنه مستحق التعذيب لأنه مستحق العداد وَمَنْ يَعْمَلْ مِتْقَالَ ذَرَّتِينَ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِتْقَالَ ذَرَّتِينَ شَرًا يَرَى الله العدالة العدل الذين يعود المجرمين والمنافقين والنفاق لا يتم ويسامحهم ما هي مشكلة لها يقوموا تركس قائرين ويكروته لأنهم يخطلوا رقاجهم وما عندهم برمات ولا يعرفوا التحرق ويكتلوا رقاج لا يتجي قبيلتهم ولا يسامح قالوا فلنفاقين في الاجابة أتجد المجرمين إذا كنت تجد المجرم المبالي عن إيمان أجل البلدة أن يخبروا عنها بل رسول صلى الله عليه وسلم كان ضد الغدارة وضد الغدارة فلنفاقين ما هي أجل البلدة لم يظهركم لا يتم الواقع لا يتم عالم الإقلاء لا يتم عالم القدارة مليون المنطقة ومعالم الأسراف ولا يتم عالم الأخلاف ومن التخلّف أن ينفعوا جيدا لا أطيبات من أجل الفوضاء فلن تستقيم لنا دولة دولة والأمة الإسلامية لا بدها من عدل وموريتانيا التي يراها بعض الدول أنها دولة ضعيفة وأنها دولة متخلفة موريتانيا قد تقود أمة الإسلام لأنها ذات عدلتها يقير يعفو السبب اللي ضاعات موريتان بقادة المرابطين جاي من الخيام بناء العاصمة من راكش وانتصروا للأوروبيين في معركة الزلاقة رجال من لمتونة من قبائل لمتونة مشاولين فرنسا وحكموا مبين من نيجاريا راقب إلي داخلين أعماق فرنسا لماذا؟ لأن كانت عندهم عقيدة وعندهم قوة وعندهم غير الإسلام وهذا الضعف أنا لها أتى عذمان بن عفان إن قالوا ذو النورين وجمع المصحف وقال في الرسول صلى الله عليه وسلم ما ضر عذمان ما فعل بعد اليوم يقال لو كنت مستشارا لعذمان لقتل ذوك المجرمين يكتلهم ويخلي المسلمين يحاربهم ولن خلي عذمان يقتل لأنه شوفوا قاتل عذمان شوفوا ذمن المصائب عقبهم للمسلمين لأنه التعدي على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو اللي جاب لنا المصائب رأي اليوم اليوم التعدي على الفقهاء والعلماء شن هو الهدف شن هو الهدف يا شيخنا الددو شن هو الهدف من التعدي عليك أنت شن هو الهدف من التعدي على علامة والسدي يحيا شن هو الهدف من التعدي عليكم هو الهدف هو التعدي على الرسول صلى الله عليه وسلم الهدف هو التعدي على رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فأنتم تسامحون الناس ليتطاولوا على خير خلق الله تسامحون الناس لكي يتطاولوا على كلام الله تعرفوا أحد الخلفاء المسلمين اللي حكم على الإمام أبو حنيفة النعمان أنا عايت نقول له أبو حنيفة بتفقع الناس اللي نقول له أبو حنيفة لهذه اللغة تعرفوا نيجا قال له قول لي حبسه على سبت أنه أرفض القضاء أرفض يتولي القضاء خايف يظلم رقاش قال عنه أصلح للتعليم أصلح لحلقات التعليم ومزلنا إلى اليوم الفتاوي اللي نافعتنا اليوم اللي من الخارج وحلونا وحدين من الخيام جاءنا الفتاوي هو مزاله تصوروا العيشنا في الخارج وتعاملنا مع الخارج وتعاملنا مع الكفاء نيجا قال له يا أبو حنيفة قول لي أي رواية نعدلها لك قال له أنت تدخلني لجنة قال له الجنة أنا ما يعندي قال له ما عندك شيء قايت فيه أنظر لي الجنة يا الله العالم الرداني يعرفن فيه فرق من بين المصلح ومن بين الصالح أنتم تقولوا تعودوا صالحين يقول صلاحكم لكم تومة صلاحكم لكم تومة يقول نحن نحتاج إلى مصلحين والمصلح المصلح لا بد من يعود يعاقب لا بد من يعود عنده قانون المصلح لا بد من يعود إنسان يستحق القاتل يقتل ومن يعود إنسان يستحق الجلد يجلد ومن يعود إنسان يستحق السجن يستجن ومن يعود إنسان يستحق التوبيخ يوبخ لأنه إنين ما يعدلها هذا الإنسان خطير ظلوم لنفسه جاحد لنعم الله خلق من عجل هذا الإنسان لا يستوي إلا بالعدل والعدل في غالبية الأحيان لا يقتضي التسامح والتسامح ليس بالواجب يسامح الناس لخطأهم ما هو عن إصرار ولا هو عن ترصد ولا هو عن عداء للأمة ولا هو عن عداء للقرآن والحديث لأن من يعادي علماء المسلمين ويعادي فقاءهم فهو يحتقر الأمة ومن يحتقر الأمة فهو يحتقر رسالة الأمة ومن يحتقر رسالة الأمة ما يقول عنه ومسجد قال لكم ألني لا أكفر من يشنو أن لا إلي الله محمد رسول الله أقر بنفاقهم لعنة الله من لعليهم وجيني من لذاك واحد ويقول لي هذا لم أبعد لعانا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبعد لعانا يقدر يكذب عن الرسول صلى الله عليه وسلم لعانا شارب الخمري من يقدر يكذبها يكذب عن الرسول صلى الله عليه وسلم لعانا الاحتيال لعانا الواصلة والمستوصلة لأنهم يحتالوا يكذب عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إياكم واللاعينين والناس اللي تتبول في طرقات الناس يقدر يكذب عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعانا الله مغير منار الأرض لا عن لا يلعن على الناس ولا يلعن على الوكيل والشراب كيف تقول ريش ولا يلعن على الأولاد يلعن عليهم وقال ألا لعنت الله على الظالمين هذا هي نديونة العيد ويلي نعود ولد ذو طيب وقال وحنين ومحمد صلاح فنقولهم راجعوا قراراتكم نحن أمة الإسلام نحتاج إلى قوة قوة في الاقتصاد قوة في الإنتاج قوة في العدل في تطبيق القوانين في إحقاق الحق قوة في الإصرار والقوة على معاقبة المجرمين راهو اليوم موريتان انتشر في الإجرام وكان السارق موريتان زمن قريب كان نين يصرق واحد يطيح على مدة يقد يجري عليها سيقر تركها في الأسرة ويكردوا ذليل طايع ذليل السريريك ما هو مهين وتبطوا الناس في المبدية عندما لا يخلق عند السارق يخش اليوم رابط سيبه محارب محارب رابط سيبه يقتصب ويقتل ويعدل ويعدل والناس خائفة ما قادة تعدل شيء لماذا؟ لأن الناس ضعف القوة ضعف الشخصية ضعف الشخصية والمسامحة اللي لا معنى لها سامحوا ملاش لعنة الله على الرويبض طويل ولا ينقول لعوان طويل وريخص بكم وطينطص بكم تعينون شخصا يستهزئ من آيات الله تناصرون شخصا يستهزئ من آيات الله قالتما شنوما؟ تم اللا رويبض منافقين تم اللا منافقين تم اللا منافقين أنه أقرب للحاد والعياذ بالله نحن في العالم نحارب نحاربه في أولادنا نحاربه في أمناتنا نحاربه في أزواجنا نحاربه في عملنا هم في موجة من للحاد في موجة من المخنذين في موجة من الكفار أنا أبيت اليوم نصلي مع جماعة من المسلمين أنهم قرروا أن يصلي في أعدادية نعرف خبذة لها قلتنوا ما لا يصلي في أعدادية يتظاهرون على أنهم أنهم من المسلمين ونقل المسلمين ونحتر من القانون وأنا نعرف أن يعدلوا لها المسلمين ونعرف أنهم منافقين ونقولها لهم قولها أنا خايف ذي الناس الذين يطللون إلى أمريكا والمخابرات والأعياد والتقراض ما أنا خايف الجميع أحواليقرها ومستقوي بالله وإذا قدوا تستغربوا ما يقدوا عدلوا شيء ما أنا بها قوانينهم ولا بها ديمقراطية ولا حريتهم بها لني تاكل أعلموا لنا ولا أنا خايف متقوي بالله تبارك وتعالى أنا ما لفات دخلت هذه السلطة وطمون قدامكم تعرفوا الطريقة التي تكلمت معهم بهم ما هو طريقة رجاج الخايف لا أخشى إلا الله يقال لا نقول لعلماء المسلمين لأن هذا من التسامح وهذا من الكياس على المنافقين هو اللي زاد المنافقين نفاقا لأن الإنسان الحقود ما يزي به ذاك شيء الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أبو لهب وطلق منته ورجع عقب ذاك وتنخموا في وجهه وقالوا للكلام الخاسر الرسول صلى الله عليه وسلم ما سامحوا رأواه والعمو أبوه عمو أبو لهب ما تعرفوا قصته أنه نخلق النبي صلى الله عليه وسلم جاءتوا الجارية تبشروا اعتقها اعتقها بي الفرح بصول النبي صلى الله عليه وسلم يقال لن عاد منافق وعاداه وجوله وعاداه والعمو ما قال أنا لن سامحو هذا والعمو ادعاه عليه ادعاه عليه فصلت عليهم ولانا أسد ونين سمع ماشي مسافر مع كفار قريش سمع زهير الأسد قالوا ما ندعي يا محمد وخايب الأسد يو كن قبوا زربوا به بالخيمة يا قير ماسلك جاء الأسد في الليل وشمشة مور وتخطى مخش الخيمة وكال مع سامحو رسول صلى الله عليه وسلم لأن من لم يعظم حرمات الله من لم يعظم شرع الله ومن لم يعظم علماء الأمة لا خير فيه ما يسامح لا يدقون الرسول صلى الله عليه وسلم ما يبقي والعمو ما نزل المولانا تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب هذا ما هو عم الرسول صلى الله عليه وسلم لماذا لأن الإنسان لنين يعلم قره للإسلام وقره أي إنسان يتشوف مسلم يكره العلماء يحارب العلماء الفقهاء عرض أنه منافق معلوم النفاق لا تحتاج إلى دليل ولو صلى وصام فهو منافق لأن الفقية والعالم تنقل لاش ما معنى أن تكون فقها وما معنى أن تكون عالما معنى أنك تحمل القرآن كلام الله معنى أنك تدرس الحديث كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم معنى أنك تدرس شرع الله إني حاربك رجاج معنى لك شنه تتعافون إيا أنا أنا أعادي بشار الأسد ولكن لي لم ولم أعادي المرحوم البوطي لعلمه مع أن البوطي وقفه مع بشار الأسد وبرر قتله يق командي البوطي لم أعاديه ونبقيه والرحم عليه لماذا؟ لأنه عالم قد يخطئ في الاجتهاد ولكنه عالم العلماء الأمة عالم العلماء معهم جوقاء وين يطاولون أن يتقبلوا احتقار العلماء وقلوا لهم ساتر هذا الملعوم المتنمر لم يشأوا للمشاهدة فيديو يقول هذا القريس هذا القريس فهذا الانسان ملعون وين يعود راجل؟ ما هو جبان يقول لكم أنه مستعد يواجهني سابق ندخل المحاكم وليس لراجل يقولون أنه مستعد يواجهني ونقضع لي فهم في الطيارة تعرفون أنه ما هو راجل بإذن الله تعرفون أنه جبان لا نقول لكم الموليتان اي انسان اكتشفت نفاق على هذا الفضاء لا نقضع ودور نلعن عليه ودور ندع عليه وانا هو نجابر يوم القيامة لا تشكوا عني من ذلك النوع من الناس يقول لي واحد سيد الرئيس والله انت منفق والله انت طيب والله قام يشكرني لا تشكوا عني ان نلاحظ فيه النفاق النبي شكروا لي وذنوا عنه مهم عندي وانا هو قاموا عني الشعر قصايت قالوا لي عرفت المنافقين وانا هو قاموا لدي شخاص وانا هو اسم الناس مبروكيون لا يقول لي انا شيخاص قالوا شفت تدويناتهم وشفت تعليقاتهم وعرفت انهم منافقين معلوم من النفاق وميتان سووا تخفرها من المنافقين ومن الزندقة لما كنتانها الذي يحدث الذي يعني الكاريتاس والصفار الفرنسية والصفار التامريك والذي يحدث وضع والدعارة أو يحدث وتعالي احنا جاياتكم دوام الحالي وقد اعطاوا صفارات الذين يحدثوا صفارات اعطاوا دولة المرابطين ثم اعطاوا المرازن وعودهم صغل دور عود الباسهم زين بإذن الله مواطن بسيط حصوله على سيارة نظيفة بسيط وحصوله على الطاقة والكهرباء بسيط وحصوله على المياه بسيط حصوله للتعليم بسيط بإذن الله دور يعدل مولانا بإذن الله تعهوا لماذا؟ تعهوا لماذا؟ لأن مولانا طان القدرة نحن البشر على تغيير كثير في هذا موازين للطبيعة قهرنا الطبيعة وكافيكم تعرفوا القهر الطبيعة قصوا منطقة أدرار وشوفوا الناس الذين تنقل ونخل الذين تنتقوا من الحجرة في الكدير تعرفوا تعرفوا تصميم المواطن الموريتاني قال المواطن الموريتاني الذين يتمكنون به المنافقين هم الذين يجبون الحكام وأضلوا الوزراء وأضلوا المدين وأضلوا ذفر لأنه لم يفصلهم أنا سوف أفصلهم بين المنافقين وإذا جاءوا والطويلة يجبون راجل وهريو يقول لكم أنا أنا يجبون إلى الكندا لنجابر معه خرسو كانوا يجبون واجهوا معي خرسو كانوا يجبون واجهوا معي ما يرقون سروار من اللورا وإحتمال ما يرقون من القدام ما هو الرجال جبناء جبناء وينافقوا المسار وأنا هذا عالم فيه لأنا جوني التقارير دائما أنا جوني التقارير نعرف ما يتعرضون في المطارات نعرف ما يتعرضون من المقدم للسابقات نعرف نعرف الطريقة نعرف معهم بها طبعا كيف تحصل هذا قادة يعجبوني من قادة الأمة واحد منهم قادة للأسف بما عنده خبرة وجديد انقلع انقلع الانهارات من الحكم اللي هو عمران خان رئيس وزارة باكستان إن شاء الله يجبوني أو قادة عمران خان لمهاتير محمد وأردوغان طبعا الحدث ذاك التاريخي لأن نعطيكم أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية من مذالهم يلودوا الحيرة كان الروسيا تعد حربها مع تركيا مخابراتهم تخطيطاتهم هدفهم كان أن نتعد حرب بين الروس وتركيا يدوروا كان الروس تقضينا على تركيا تركيا ضعفهم من الروس والروس يقضوا إلى تركيا يكان ماشي يسترجع اسطنبول يتخمو اسطنبول القسنطينية يتخمو فيها تخمامهم والذي عدلونا في الاندلس يقضوا أردوغان واعي والمسلمين في تركيا واعي والدول البلطان يعرفوا ذلك لقلقهم يعرفون وعدلهم شعيين يعرفون عدلهم أوروبيين وتعرفون عدل أمريك أردوغان فاطن له لماذا عدل تعرفوا ذلك ساعة لأنهم خبضهم وأن العالم لا بدلوا من الذكاء لا مهم أن تقضي في مستوى في القوة يقول يا الله تعود مستوى في الذكاء تعرف الذكي تعمل دماغك تذكروا في الحديث 2015 و2016 قالوا الطياير الروس كانوا يأخذوا قدام البارجات الأمريكية طياير الروس مثل أوباما وثل ترامب يأخذوا من قدام البارجات الأمريكية لا تم بارجة أمريكية في البحر تقوم طيارة طياير الروس قدام وليس مات فيها بيلوت وقام لعياط وقام تروس وقام الغرب شوفوا الصاني فاق الغرب تركيا عضو حل بالناتو يذاني جيش فيها عقل وليات من تعدل أمريكية قبل أمريكية سحبت بطاريات بيتريت من تركيا كانت تشجع الروس يخط تركيا يقير قبار أردوغان أدار الأزمة وواحل في قضية الطيارة الروسية وواحل يمكنهم أنهم مات من روسيا لا يتنتقم أردوغان ماشي بهم في الاقتصاد في أمور الثانية وقام يتعامل معهم وقام في الرويات وسكن الأمر وليس قتل الحرب قاس الروس قاس سوريا قتلوا 32 جندي ما عدد الحرب معهم مشاف هدفه وحمل سوريين وضرب الروس وقاس في ليبيا وضربهم طريقة متكايسة وهو يتعامل معهم في الاقتصاد يتعامل معهم يقولون أنا إلا أنتم وليس يتحارب ميادة أنا هو الذي يتحارب أوروبا والأمريكا عندكم المتنفس أنا أنا هو القابل نتعامل معكم في عمرتكم أنا هو القابل نشر صواريخ شخلك في النهاية حفروا حفرة لتركيا رأي وقعت فيها أوروبا اليوم اليوم ويصبوا في الفوضاء وملاير الدولارات وما بقلوا عمام عدلو لأن الحفرة كانوا حافرين للتركيا تركيا بالعقل وبالذكاء خلات روايا بينتهم رأي تركيا اليوم تخذين قرارات على النطاير روسيا ما يخلون من أجواءهم ونسوكنهم ما يخلون من المضيق وروسيا قابلت طعفوا لماذا لأن الذكاء قير القوة والعزيمة والشخصية فأمة الإسلام أمة الرسول صلى الله عليه وسلم فيها قادة بدؤوا موريتان زادة درجة موريتان التي يشوقوا فيها الناس وانهم بدؤون وانهم وسخين وان القبر وانهم درجة زТنikke وما ترى 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 لا الأخ Dec� بإذن الله وفيها وفيها صناعات بإذن الله وفيها وفيها قنوات المياه وفيها 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 قالي ترى قوة وفيها وترى على المنافقين في الاقتصاد في المالية في الجيش في السياسة من المدونين وسماوا المنافق منافق والملحد ملحد والرويبضة رويبضة وطبقوا القانون إن شاء الله ستستوي الأمور بارك الله فيكم والله يطف هذه هي نديونة العيد والمخزي عن حانهم حانهم سؤال يسأل واحدون يقول لي من أي حركة انتكلك من الإخوان لا أنا ماني من الإخوان أنا لا أنتمي لأي حركة من الحركات السياسية الإسلامية الموجودة اليوم ما يخالك أنا فت صرحت قلت علمي أنا على دعوة إبراهيم عليه السلام مسلما أنا من المسلمين أنا أحب المسلمين ومن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أحب من يحبهم وأقره من يقرههم أسالم من يسالمهم وأحارب من يحاربهم لما لا واضح أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولاني تابع الشيخ ولاني متلمد على الشيخ لأن الشيخ محمد صلى الله عليه وسلم أعاقب أبو بكر الصديق يقير أجل العلماء وأحترمهم وأقدرهم والعالم في زمنه لا يدعوه عنده مكانة كبيرة وعنده احترام كبير وعنده دعم كبير لماذا؟ لأنه ما هو أنا ولا أظمه؟ أظم الله تبارك وتعالى أظم الله تبارك وتعالى في سورة عمران عندنا الآية سبعة طاعة شهد الله شهاد من الله تبارك وتعالى شهد الله أن لا إله إلا هو لوحداني والملائكة وأولي العلمين قائما بالقسط والقسط هو اللوذل في الأرض اللوذل في الأرض قسط لا تظلمون ولا تظلمون اللوذل في الأرض العدالة من تعدى على الأمة وعلماء الأمة حتى إلا سامحهم نحن من لا نسامحهم ونظرنا في ضحوه وعادت الحرب حرب الكريمة باللسان ما هو لا يقلبنا ونحن تعود الحرب الأخرى هم مبليات هم لماذا من مبليات هذا بالنسبة للروي بيضاء وراني ونهارات سمعت كلام بيرام لأنه ما يصل للحكم 24 لأنه لا يدفر لدمية وذاك لنخصص كلام خاص هو ملي ذوك ملي أبيضاً صار التابعين هم أزلامهم خزوهم ذاك الوحلين فيه طوف نختذر العالم للناس على العموم أنا ما أنا من الإخوان ولا قطيت أتمن الإخوان يقير يقول عدرقاش قايلها أنه شاب نيكساعة وأنصر الرئيس مرسي الرئيس مرسي لم أنصره لأنه من الإخوان ناصرته لأنه تخبص الشعب المصري ناصرته لأنه عنده مشاريع كبيرة للأمة الإسلامية ناصرته لذلك اللي عدل في قضية القمح وراءه معارفوها المصريين اليوم من خلقة حرب أكرانيا ناصرته على مشاريع الكبرى للطاقة ناصرته نصرته له الغزة له الغزة لأن أي حاكم مسلم لا يناصر له الغزة ولا يناصر فلسطين فهو خائن بالنسبة لي لذلك موريتاني نحكمها لا يبعد بعد على أن هالموريتان يحصلوا على نصيبهم من الدخل الوطني ومن الثروة الوطنية كل أسرة وكل فضي يحصل على نصيبه بإذن الله دولوا خصص نصيب للفلسطينيين إن شاء الله رب العالمين بارك الله فيكم والله يلطف ودعناكم لله ودعناكم لله أولنا عليكم